الغرفة الوطنية للفلاحة تشرح الأسباب المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار منتجات الفلاحية في الأسابيع الأخيرة بعد شهور من الرخاء في الأسواق المضاربة وطمع فئة من التجار جعل السرع تباع بأضعاف أثمانها الأصلية دون أن يستفيد الفلاحون باعتبارهم المنتجون الرئيسيون هناك استغلال للمواطن مختلف الأسواق سعر الصلاة الخسرها بين 120-130 دينار نأكد لك أنه ليس على كل مستوى الأسواق على سبيل المثال في السوق الجملة سيطراوح بين 80 دينار إلى 90 دينار الجفاف مشكل آخر وراء غلاء الخضار والفواكه بالأسواق والمحلات ما دفع الفلاحين للبحث عن مصادر أخرى للسقي منتجاتهم الفلاحية رجع جد معطبر على المساوى السدود الفلاح الذي كان يعتمد على الآبار والآبار الأرتوازية والآبار البسيطة كان تغطي له حاجية 56 هكتار مثلا رجع عن منسوب المياه لرابط مونديناب خلاه اليوم يتراجع من حيث المساحات أزمة كورونا في الجزائر والعالم ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار البودور والأسمدة المستوردة ما رفع تكاليف إنتاج الخضار والفواكه كوفيد أثر كثيرا شيئا أم أبينا ارتفاع المدخلات يعني كل العناصر الأولية أو كل المواد الأولية تقريبا يعتمد عليها الفلاح في عملية الإنتاج من مبيدات من أسمدة من مستوردة يعطيك صحة هي مستوردة يعني ارتفاع الجنون الاتحى على مستورة البورسات العالمية أكيد كان عنده يعني أثر سلبي على الإنتاج المحلي رغم الأسباب المدخورة وأخرى تبقى غلب الزيادات الواردة في أسعار المنتجات الفلاحية غير مبرارة إطلاقا ما يستجب فرض رقابة فعلية على أسواق الجملة والتجزئة التي ألهابت جيوب المواطن انتظر لتن